نرجع تاني محليا وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك باستماح بحضور الجماهيل لمباراة الأبيض مع بيريمتز في النهائي اللي هيجمع بينهم يوم الحد اللي جاي بعد ما الزمالك فاز على الاتحاد السكندري وبعد ما بيريمتز فازه على بيترو جات بهدفين والزمالك فاز على الاتحاد بهدف اقتصرت المباراة على حضور عدد قليل جدا من الجماهيل لكن ده غالبا هيتغير التقارير بتقول انه كان فيه اتجاه لانه استاد اسكندريا هو اللي يستضيف لقاء النهائي ما بين الزمالك و بيريمتز يوم الحد ثم تغيرت الامور واصبح فيه تقارير جديدة بتقول بانه غالبا فيه اتجاه لنقل المباراة لستاد بورج العرب مع دخول عدد اكبر من الجماهيل ما بين 20 ألف و30 ألف و40 ألف أرقام بتتقالك لسه ما فيش حاجة مؤكدة منهم وغالبا هيكون فيه عدد كبير من الجمهور موجود طبعا ده لانه كمان بيريمتز ما عندوش جمهور وده هيسهل من مأمورية الامن في دخول الجمهور لانه هيبقى كل الجمهور جمهور نادي زمالك وبالتالي مش هيبقى فيه اي مشكلة